أسعد الله وقادكم بكل خير وحياكم الله في مقطع جديد بناء على رغبة الكثير من المتابعين في هالمقطع راح أشرح طريقة تنزيل المودات لبعض الإلعاب مثل لعبة سكايرم، لعبة ذوت شار وغيرها من الإلعاب بطريقة سهلة طبعا في أكثر من طريقة لتنزيل المودات تعتمد على المود نفسه بعض المودات تنزيلها معقد بشكل كبير وتعتمد على أكثر من المودة علشان تشتغل بشكل صحيح وبعض المودات لو أشرحها في مقطع كامل ما راح توضح الصورة بشكل أتوقع أنه بشكل سهل بس اليوم إن شاء الله راح أعطيكم الطريقة السهل لتعتمد عليها أغلب المودات الخطوة الأولى أنك تروح لأي متصفح وتكتب Vortex Nexus طبعا هذا التطبيق اللي بتحتاجه عشان تنزيل المودات عشان نفس الشي تنزل التطبيق لازم تكون مشترك في الموقع طبعا الاشتراك في الموقع بشكل مقاني وتسوي download the last version أوكي طبعا بعد ما تنزل اللي هو الفورتكس راح يفتح عندك بهذه الطريقة طبعا عندي هنا اللعبة لأنه مسولها مانج ومخلنها اكتيفيت في عندي لعبة ثانية اللي هي Skyron VR قال سأشتغل عليها في الوقت الحالي بس أنت أول ما تفتح ما راح يظهر عندك أي شي راح تظهر عندك أنه ما عندك ولا لعبة حاطلها مانج فاين تروح؟ تروح أول حاقة على games لما تروح على games كل اللعاب اللي ممكن تنزل فيها مودات راح تحصلها في هذه الصفحة إذا ما حصلتها ممكن تكتب اسمها هنا مثلا لعبة Skyron طبعا مثل ما شايفين عندي Skyron Special Edition Skyron VR Skyron Special Edition نزلت فيها لحد الحين 346 مود وعندي Skyron VR جالس أشتغل عليها لحد الحين عندي 102 أكتيف مود لو فرضت أنه بغى أسوي لهاللعبة طبعا هذا Skyron النسخة الأولية اللي نزلت ما موجودة عندي لو سويت الهمانج بيقول لي أنه The game hasn't been automatic to discover يعني نحن التطبيق ما حصلنا اللعبة بشكل automatic فإذا كنت متأكد أن اللعبة عندك روح لإسم اللعبة طبعا ما موجودة عندي واضغط فيها علشان التطبيق يتعرف عليها بعدين تسوي منج واللعبة بتروح عندك مثل ما شايفين هنا بتظهر عندك بهذا الشكل الحين لعبة Skyron Special Edition هي اللي أقدر أشتغل عليها الحين لما تظهر عندك هذه الصفحة بتروح لهذا الخيار اللي هو مودز طبعا هذه المودات اللي مسولها الحين أنا تفعيل لكن أنت لما تفتح لأول مرة التطبيق ما راح يظهر عندك ولا مود بس بيظهر عندك Get More Moods أو Get New Moods ما عرف كيف كان يظهر في أول مرة على العموم تضغط فيه بياخذك للموقع اللي ممكن تنزل منه المودات طبعا مثل ما خبرتكم لازم تكون مشترك في الموقع بشكل مقاني أو ممكن تدفع أتوقع ثلاثة دولار أو أربعة دولار يعني ما أذكر كم السعر بين عشرة إلى دولار تقريبا أنك تكون بريميوم طبعا بيعطيك خيارات ثانية لكن ما بتحتاجها هذه كل المودات اللي ممكن تنزلها للعبة Skyron إذا كان في بالك مود معين ممكن تكتب اسمه هنا إذا كان ما عندك مود معين ممكن تسوي Explore All Moods طبعا لو فرضنا باغي أنزل هذا المود أول حاجة شوف هنا إذا ما طلع لك فورتكس في الوقت الحالي ابعد عن هذا المود لأنه هذا المود لازم تنزله بطريقة يدوية وشوية طريقة تحتاج أشياء ثانية في عندك نفس الشيء اللي خلينا نشوف هذا المود مثلا اسمه Invisible Helmets لو ظهر لك عندك فورتكس أول ما تضغط على فورتكس راح تنزل عندك المود بشكل Automatic هنا نسوي له install وبعدين تسوي له enable طبعا الحين المود راح آخر شي عندي هو هذا الحين هو بيشيك على المود لأنه أحيانا المود تعارض مع مودات ثانية فخلينا نشوف الحين أمور هالمود تمام بس عشان ما أنسوي لخبط عندي من هنا ممكن إذا المود تعبت منه وخلاص ما تريد تلعب فيه أو بغيت تلعب فيه في وقت ثاني ممكن تسوي disable وخلاص هذا المود ما راح يشتغل عندك لما تسوي اللي هو start the game طبعا لما تخلص بنزل المودات ما تفتح اللعبة من steam مباشرة تقع للفورتكس وتضغط عليها اللعبة تضغط عليها من هنا طبعا فيه حاجة ثانية وحاجة مهمة لما تنزل أي مود ما تنزل المودات بشكل كبير إلا إذا متأكد أن كل المودات ما تتعارض مع بعض هالبعض فيفضل أنك تنزل المود وتقرب اللعبة بعدين تنزل المود ثاني وتقرب اللعبة علشان لو صار عندك أي مشكلة تعرف أن المشكلة صارت عندك من آخر مود نزلته الطريقة اللي خبرتكم عنها الحين تنطبق عليها كل الإلعاب اللي ممكن تحصلها هنا مثل لعبة ذوتشر ولعبة سكايرم حتى لعبة فول اوت وهذا الإلعاب اللي شايفينها الحين أمامكم كلها ممكن تنزل عليها مودات بنفس الطريقة بس بعض الإلعاب حطوا في بالك أنه بعض الإلعاب تحتاج إلى اللي هو تنزل تطبيق اسمه مود مانجر وفي نفس الشيء بعض المودات تحتاج إلى تطبيق عشان تنزلها أو فكس للباتش أو أي حاجات كثيرة يعني كل مود يعتمد على أشياء تختلف لكن أغلب المودات تشتغل بنفس الطريقة اللي خبرتكم عنها في آخر مقطع راح أراويكم مقطع فيديو لأحد اللاعبين نطور لعبة سكايرم بإضافة تقريبا 1500 مود وهذا تقريبا اللي عندنا في مقطع اليوم إذا واقهت أي مشكلة في تنزيل المودات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر